السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الصف الثالث متوسط اليوم عدنا درس جديد بعد ما أخذنا درسنا السابق اللي هو كان بداية عن الكهربائية الساكنة الفصل الأول بالفيزياء وأخذنا أمثلة عملية على الكهربائية الساكنة وأيضا أخذنا الشحنة الكهربائية وعرفنا أنه الشحنة الكهربائية تتكون من نوعين شحنة كهربائية سالبة وشحنة كهربائية موجبة وعرفنا أنه الذرة تحتوي على بروتونات ونيترونات داخل النوات أما الألكترونات موجودة بالأغلفة الخارجية للذرة اليوم طبعا عدنا درس جديد هو الفصل الأول طبعا من ضمن الفصل الأول هو شحن المادة بالكهربائية الساكنة شحن المادة أو شحن الجسم بالكهربائية الساكنة أول سؤال موجود عدي اللي هو أيضا جاي بالوزارة هذا السؤال اللي هو اذكر طرائق شحن الأجسام بالكهربائية الساكنة اذكر طرائق شحن الأجسام بالكهربائية الساكنة الأجسام أو المادة يعني أما يقول لك الأجسام أو المادة بالكهربائية الساكنة الجواب عندي ثلاث طرق لشحن الأجسام بالكهربائية الساكنة طريقة الأولى هي الدلك طريقة الدلك والثانية طريقة التماس أو التوصيل وثلاثة طريقة الحث فجوابي راح يكون الدلك التماس الحث نجي عليهم وحدة وحدة أول طريقة هي طريقة الدلك طريقة الدلك أيضا إذا جت بالوزاري تجي يعني مثل اشرع طريقة الدلك أو وضح كيف تكون طريقة الدلك الدلك هي عبارة عن قطعة من الصوف ندلكها ببالونة فعند ذلك قطعة من الصوف بالبالونة راح تظهر أو تكون شحنة البالونة سالبة شحنة البالونة تكون سالبة ليش لأنها اكتسبت الكترونات أما شحنة الصوف قطعة الصوف راح تكون موجبة لأنها فقدت الكترونات فقلنا أنه البالونة راح تكون شحنتها سالبة ليش لأنها اكتسبت الكترونات منين اكتسبتها اكتسبتها من قطعة الصوف فطريقة الدلك هي عبارة عن دلك قطعة من الصوف بالبالونة فتكون شحنة البالونة سالبة لأنها اكتسبت الكترونات أما قطعة الصوف تكون موجبة ليش لأنها فقدت الكترونات بهذه الحالة راح أرجع مرة ثانية أقرب قطعة الصوف من البالونة يعني أول خطوة أنا أدلك قطعة الصوف بالبالونة الخطوة الأخرى راح أرجع أقرب قطعة الصوف من البالونة سأرى أن قطعة الصوف تنجذب نحو البالونة دليل على أن هذا البالونة شحنت بشحنات كهربائية هذه طريقة أسميها طريقة الدلك يعني من أسميها طريقة الدلك؟ هي عملية الدلك قطعة الصوف بالبالونة الطريقة الأخرى هي طريقة التماس أو التوصيل التماس أو التوصيل هي طريقة ثانية من طرق شحن الأسام قلنا أو المادة بالكهربائية الساكنة سؤال هو كيف يتم شحن الجسم بطريقة التماس شون أشحنان الجسم بطريقة التماس هنا أنا ما أخذ لي أيضا تجربة ونشاط النشاط يتكون من كرتين من نخاعل بلسان أنا أشحن أحد الكرتين بشحنة كهربائية موجبة شلون أشحنها بشحنة كهربائية موجبة؟ أوصل لها يعني أحد الكرتين أوصل لها ساق من الزجاج شحنة موجبة ساق الزجاج موجبة الشحنة موجبة الشحنة موجبة الشحنة كهربائية يعني شحنة موجبة هاي ثابت هنا بهذا الفصل الأول دائما ساق الزجاج شحنة موجبة موجبة الشحنة كهربائية فأوصل ساق الزجاج الموجب الشحنة إلى أحد الكرتين لأن هي اسمها طريقة تماس أو توصيل طريقة تماس أو توصيل فأوصل هذا الساق الموجب الشحنة الكهربائية إلى أحد الكرتين راح أشوف أن هذه الكرة الشحنة بشحنات كهربائية أيضا موجبة لأنه الساق موجب وطريقة هي توصيل فالشحنة هذه الكرة الأولى بشحنات كهربائية موجبة راح أشوف بالحالة الثانية أنه تنافر الكرة الثانية يعني ما عندي كرة من نخاع البيلسان الكرة الثانية تنافر الكرة الأولى ليه اش تنافر هنا يعني هنا صار عندي تنافر تنافر لأن الكرة الثانية اكتسبت قسم من شحنة الكرة الأولى كرة الثانية اكتسبت قسم من شحنة الكرة الأولى اللي هو شون اكتسبت هذه الشحنات أيضا بالتماس يعني كانت الكرة الأولى مع الثانية شنو في حالة تماس فانتقلت قسم من شحنة الكرة الأولى إلى الكرة الثانية فصار عندي شنو تنافر الكرتين فهذه الطريقة أو هذا النشاط اللي هو يوضح شحن الجسم بطريقة التماس من اسم التماس معناه أنه يكون في حالة يعني ساق الزجاج يكون فيه تماس بالبداية مع أحد الكرتين بعدين أنه الكرة الثانية قلنا فيه تماس مع الأولى فراح يصير عندي تنافر وسبب التنافر هو لأن قسم من شحنة الكرة الأولى انتقل إلى الكرة الثانية انتقلت هاي الشحنات إلى الكرة الثانية ليش؟ لأنه قلنا انتقلت بالتماس فيعني هذه طريقة التماس قلنا ولذلك نجي على الطريقة الثالثة اللي هي طريقة الحث طريقة الحث مهمة جدا وهذا السؤال أيضا جايب الوزاري هذا وزاري وهذا القبل أيضا وزاري هذا الأسئلة الوزارية وضح مع الرسول الخطوات العملية لشحن جسم موصل معزول متعادل كهربائيا بشحنة موجبة بطريقة الحث هنا يريد أشحن الجسم الموصل المعزول بشحنة موجبة يعني هو محدد لنوع الشحنة شحنة كهربائية موجبة بطريقة الحث فعندي مجموعة من الخطوات للجواب على هذا السؤال أول خطوة هي نأخذ كرة معدنية معزولة ومتعادلة هنا هذا الرسم ويضا موجود عندك بالكتاب وموضح لك هي كرة معدنية معزولة ومتعادلة كهربائيا هذا النقطة أي فالخطوة الأخرى هي شنسوي نقرب ساق من المطاط يعني لازم عندي طبعا الجسم يريده مشحون بشحنة موجبة إذا قال لي شحنة موجبة معناه أنه الساق رأي أخذه من المطاط اللي مشحون بشحنة سالبة ساق يكون من المطاط مشحون بشحنة سالبة أما ذا غير السؤال قال أريد شحنة سالبة لازم أخذ الساق منين من الزجاج قلنا هذا الزجاج دائما ساق زجاج موجبة بالشحنة يعني هاي ثابتة عندك بهذا الفصل لأنه ساق الزجاج دائما موجبة بالشحنة الكهربائية وشلون يصير عدي موجبة عنده دلك بالحرير وساق المطاط مشحون بشحنة سالبة شون يصير سالب عنده دلك بالصوف يعني هذه نقطتين ثابتة عدنا بهذه النشاطات وهذا الفصل فقلنا نقرب ساق من المطاط مشحون بشحنة سالبة وتصير شحنته سالبة ايضا تكتبها يعني ما كتبناها تكتبها بين قصين وتصير شحنته سالبة عندها دلك بالصوف من الكرة المعدنية جبت الساقاني بالنقطة به هذا الساق قربته وين نقربه تقريبه متماس تقريب الساق من المطاط شحنته سالبة تخلي عليها اشارة سالبة الرسم مطلوب عندك لانه مع الرسم هنا وضح مع الرسم السؤال اللي جاء فهنا هذا ساق مطاط شحنته سالبة واضح وهنا نقرب معناه تقريب نقرب يعني حث عن بعد بينما هناك توصيل نوصل الساق بطريقة التماس لازم نوصل الساق للكرة الاولى هنا قلنا عن بعد فنقرب ساق المطاط من الكرة المتعادلة كهربائيا من الكرة المعزولة المتعادلة كهربائيا هذه الحالة راح تظهر بها شحنات كهربائية هنا شحنات القريبة من الساق بالجهة القريبة راح تكون معاكسة لشحنة الساق يعني الساق سالب هنا شحنات موجبة شحنات موجبة تظهر بالجهة القريبة من الساق الجهة البعيدة راح تظهر عندي شحنات سالبة يعني الكرة راح تنقسم الى جهتين جهة قريبة وجهة بعيدة الجهة القريبة قلنا موجبة هذه الموجبة اسميها شحنات مقيدة شحنات كهربائية مقيدة شحنات مقيدة البعيدة اسميها شحنات طليقة شحنات طليقة فدائما القريبة تكون يعني مخالفة لشحنة الساق يعني هنا الساق سالب الشحنات القريبة صارت موجب اما إذا كان الساق موجب راح تصير هنا المقيدة سالبة واضح فهي دائما مخالفة لشحنة الساق البعيدة هي مشابهة لشحنة الساق فالحالة الثانية عنده تقريب ساق من المطاط مشحون بشحنة سالبة تصير شحنة سالبة بعد ذلك بقطعة من الصوف من كرة متعادلة كهربائيا راح تظهر قلنا نوعين من الشحنات بالجهة القريبة تظهر شحنات مخالفة لشحنة الساق اسميها مقيدة والجهة البعيدة شحنات مشابهة لشحنة الساق اسميها الشحنات القليقة فهذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أو C هي نوصل الكرة المعدنية بالأرض هذا الرسم C نوصل الكرة المعدنية بالأرض نفسها الكرة أرجع أوصلها للأرض شون أوصلها؟ أما بوضع أصبع اليد على الكرة أو بسلك إلى الأرض نوصلها بسلك إلى الأرض سلك إلى الأرض شراح يصير هنا؟ طبعا الساق بعدها موجودة الساق أيضا ترسمها بالرسم مطلوبة منك والتأشيرات يعني هذه الساق السالبة ساق المطاط من ترسم تأشير وهذه الكرة الكرة المتعادلة كرة معدنية فهنا وصلت السلك إلى الأرض أنا عندي هنا نفس يعني هو الرسم نفسه القريبة كانت موجبة اللي سميتها شحنات مقيدة الطليقة هنا راح وين تنتقل أو تتحرك إلى الأرض اللي هي السالبة فإلى الأرض راح تروح السالبة اللي هي الطليقة واضح؟ فالسلك موصل إلى الأرض الشحنات الطليقة راح تنطلق أو تتسرب إلى الأرض بهذه الحالة اللي هي حالة C اللي هي نوصل الكرة المعدنية بالأرض زيان؟ فتكمل النقطة نوصل الكرة المعدنية للأرض راح شي يصير هنا؟ يصير أنه الشحنات الطليقة تتسرب إلى الأرض الخطوة البعدها اللي هي دي نقطع اتصال الكرة بالأرض هذا الاتصال نقطعه نعم ما رسمت هل أنه شوية ماكو مجال بالصبورة لكن هي مطلوبة وما بها تغيير يعني هذه الخطوات بها تغيير فهي فقط نقطع الاتصال يعني ترسم هذا الرسم نقطع هذا الاتصال نقطعه بالأرض مع بقاء الساق شرط مع بقاء الساق المطاط هو قريبة من الكرة المتعادلة المعدنية لازم تبقى هذه الساق قريبة ففقط نقطع الاتصال يعني ما يصير بها تغيير بالشحنات الكهرباء هذا الخطوة الخطوة البعدها اللي هي نبعد الساق عن الكرة نجد أنه طبعا نبعد الساق هذا الساق بعدناه بعد ماكو ساق هنا يعني هالخطوة الأخيرة من ترسمها ما ترسم الساق هذه لأنه هنا قال لك نبعد الساق عن الكرة شرح يصير نجد أن الشحنات الموجبة هذه الموجبة اللي بقت مقيدة راح تتوزع بانتظام على السطح الخارج الكرة يعني معناها الكرة راح تنشحن بشحنة كهربائية موجبة بشحنة كهربائية موجبة فهذه الخطوة الأخيرة اللي هي بيهن شحنة الكرة غاية من الموضوع عمود شحن الجسم يعني لشحن جسم وصل معزول اللي هو متعادل الكهربائي وهو الكرة الجسم هنا الجسم هنا هو الكرة متعادل الكهربائي فالغاية من الموضوع هو شحن.. هذه الخطوة الأخيرة اللي هي شحن الجسم بشحنة كهربائية فشفنا احنا انه هنا استخدمنا ساق من المطاط سالب الشحنة لشحن كرة بشحنة موجبة يعني معناها انشحن الجسم بشحنة مخالفة لشحنة الساق اللي هي كانت عدي الساق شحنة كهربائية سالب الساق واضح فوصلت إلى انه شحن الجسم اللي لاحظ هنا من يعني هذه الطريقة الوحيدة اللي هي بها خطوات وبها رسم مهم ومطلوب فهنا هذه طريقة الحاف هي تختلف عن الطرق البقية لأنه هنا بالتماس نفس الشحنة الكهربائية جسم انشحن بها يعني اذا كانت الساق موجبة انشحن الجسم بشحنة موجبة اذا سالبة الساق نفس هاي الساق اذا بدلته خليتها سالبة راح ينشحن الجسم بشحنة سالبة هنا لا الساق بالعكس يعني هنا استخدمت انشحنت الجسم بشحنة موجبة استخدم الساق شحنته شنو سالبة فينشحن الجسم بشحنة مخالفة لشحنة الساق هنا الشحنة مشابهة وهنا ايضا بطريقة الدلك الشحنات الكهربائية تكون مختلفة لانه قلنا احنا البالونة شحنتها صارت سالبة بينما قطعة الصوف صارت شحنتها الكهربائية شحنة موجبة هذا بالنسبة الى موضوع شحن المادة بالكهربائية الساكنة طبعا هذا الموضوع راح يتكرر عندي وهالخطوات تتكرر عندي بالموضوع اللي بعدا اللي هو شحن الكشاف الكهربائي لانه بعد هذا الموضوع الكشاف الكهربائي فراح نشوف نفس هذه الخطوات تنعاد على الكشاف الكهربائي عندما أشحن الكشاف بطريقة الحث لأنه الكشاف أيضا ينشحن بطريقة الحث وينشحن بطريقة التماس هذا نطريقتين هذا اليوم كملنا يعني درسنا هذا اليوم إن شاء الله نكملوا إياكم درسه الجاي اللي هو الكشاف الكهربائي اشتركوا في القناة